السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم الدرس الثاني من الوحدة الخامسة من كتاب الإنجليزي للصفوف الأولية ودرسنا لليوم اسمه Rhythms and Sounds Rhythms and Sounds ودرسنا موجود on page number 38 38 أي 38 وقبل ما أبدأ بشرح الدرس باتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرسنا لليوم Rhythms and Sounds وذكرت في فيديوهات سابقة أن كلمة Rhythms تعني لها نفس الإيقاع والتناغم ولها نفس نهايات الحروف and تعني و sounds تعني الأصوات نبدأ بـ number one listen and chant listen and chant listen تاني استمعوا and و chant و تاني غنوا أغنيتنا لليوم اسمها how old are they how old are they how old are they تعني كم عمرهم they هو ضمير عائد على المجموعة إذن هنا نسأل عن أعمار مجموعة من الأشخاص لنستمع سويا إلى الأغنية ونعود ونقرأها سويا are you ready let's start how old are you how old are you I am ten I am ten how old is Abdullah how old is Abdullah he is ten he is ten how old is she how old is she who is she who is she how old is Amina how old is Amina she is ten she is ten how old are you how old are you we are ten we are ten we are they are we are they are we're all ten وبعد أن استمعنا إلى الصوتيات سنقوم بقراءة هذه الأنشودة ونترجم ما كتب فيها طبعا اسم الأنشودة how old are they يعني كم هو أعمارهم جميعا هنا لدينا نسأل عن أعمار جميع من في هذه الصفحة هنا لدينا أولا how old are you how old are you how old are you how old are you تعني كم هو عمرك أنت كم عمرك أنت سنجيب ونقول I am ten I am ten أنا أمري عشرة أنا أمري عشرة how old is she he is ten هو أمره عشرة هو أمره عشرة how old is she how old is she who is she who is she how old is she تعني كم عمرها هي how old is she كم عمرها هي who is she who تعني من من هي من هي هنا أيضا who is she من هي how old is Amina how old is Amina كم عمره أمينة she is ten she is ten هي عمرها عشرة سنوات هي عمرها عشرة سنوات how old are you how old are you كم عمركم أنتم هنا you تأتي إما للمفرد أنت أو للمجموعة أنتم بما أن الإجابة هنا we are ten we are ten فهي تأتي للمجموعة لأن we تعني نحن نحن عمرنا عشر السنوات نحن عمرنا عشر سنوات we are they are we are تعني نحن they are تعني هم we are they are هنا لدينا في هذه الإنشودة عندما قلنا how old are you معناها كم هو عمرك أنت هنا you ضمير عائد على المفرد كم عمرك أنت كيف عرفنا ذلك؟ لأن الإجابة جاءت I am ten أنا عمري عشر سنوات وهنا لدينا الضمير he ويعني هو هو ضمير يعود على مفرد مذكر وفي هذه الأغنية هو عائد على عبد الله وهنا لدينا الضمير she يعود على المفرد المؤنث وفي هذه الأغنية هو عائد على أمينة هنا لدينا الضمير we للمجموعة ويعني نحن ضمير عائد على المجموعة وهنا لدينا الضمير they يعود أيضاً على المجموعة ويعني هم وكما ذكرت أن you هنا للمفرد لأن الإجابة كانت I am I am تعني أنا أما هنا جاءت how old are you للمجموعة لأن الإجابة جاءت we وتعني نحن ننتقل الآن إلى number two change the names and chant change the names and chant هنا change تعني غير the names الأسماء وغني المطلوب أن نغير هذه الأسماء اسم عبد الله واسم أمينة ثم نغني هذه الأغنية مرة أخرى ننتقل إلى الصفحة التالية on page number 39 39 أي 39 هنا لدينا fun time fun time وfun كما ذكرت في فيديوهات سابقة عن المرح وtime يعني وقت إذن وقت المرح هنا number three لدينا ask and answer ask and answer ask تعني اسأل and answer تعني أجب إذن هنا اسأل وأجب guess and circle the age guess and circle the age guess تعني خم and و circle أي ضع دائرة the age على العمر هنا لدينا سؤال يقول how old are you how old are you ويعني ويعني كم كم هو عمركم قلنا عن you للمجموعة عمركم وليس عمرك لأن الإجابة هنا جاءت ب we're we're وهي اختصار لو we are للمجموعة أي نحن عمرنا ten we're ten we're ten يعني نحن عمرنا عشر سنوات هنا علينا أن نخمن أعمار هؤلاء الأشخاص سنسألهم نفس السؤال ونقول هنا لدينا نورة سنسأل نورة نفس السؤال ونخمن عمر نورة أي عمر من هذه الأعمار ممكن أن تكون صحيحة إذن سنسألها ونقول how old is نورة how old is نورة كم هو عمر نورة ممكن أن نقول she is nine she is nine ونضع دائرة حول number nine هي عمرها تسعة سنين هنا لدينا رنة سنسأل ونقول how old are رنة and أمينة how old are رنة and أمينة والإجابة ستكون مثلا they are ten they are ten يعني هم أعمارهم عشر سنوات هنا لدينا جو سنسأل ونقول how old is جو how old is جو كم هو عمر جو سنجيب ونقول مثلا he is eight he is eight يعني عمره ثماني سنوات هنا لدينا بيت سنسأله أيضا ونقول how old is بيت how old is pete سنخمن ونقول he is nine he is nine عمره تسعة سنوات وهنا لدينا صباح سنقول how old صباح how old is صباح كم هو عمره صباح بس ممكن أن نخمن ونقول she is ten هي عمرها عشر سنوات استمعوا الآن إلى الصوتيات ونخمن أعمار هؤلاء الأشخاص how old are you we are ten how old is noora she is كم عمره noora she is how old are rana and amina كم عمر rana و amina they are or they're نخمن how old is joe كم هو عمره joe he is ونخمن how old is pete كم هو عمره pete he is نخمن how old is sabah كم هو عمره sabah she is نخمن وبعد أن انتهينا من سمع الصوتيات ننتقل إلى number four listen and check listen تعني استمع و check تعني تحقق وبعد الانتهاء من الصوتيات نكون قد انتهينا من الترس وحققنا الأهداف التالية I can I can أنا أستطيع ask how old is he أو she how old is he she and get the answer إذن أنا أستطيع أن أسأل عن عمره أو عمرها وأحصل على الإجابة وبذلك أكون قد حققت to goal number 35 وأضعوا علامة صح هنا ask how old are we you they إذن دائما are تأتي مع we you they ودائما is تأتي مع he وش للمفرد and get the answer أستطيع أن أسأل عن أعمارنا نحن أو عمرك أنت أو عمرهم هم وأحصل على الإجابات وبذلك أكون قد حققت goal number 36 وسأضع علامة صح هنا ننتقل الآن إلى قسم التمرين ونحل التمرين الخاصة بهذا الدرس سنفتح سويا page number 97 97 أي 97 هنا لدينا number one listen and chant listen and chant أي استمع وغني ثم قم بعمل trace وهي الكتابة على هذه الخطوط التي بالرماد الفاتح بهذه الطريقة لنستمع إلى هذه الأغنية how old are you how old are you I am ten I am ten how old is Abdullah how old is Abdullah he is ten he is ten he is ten how old is she how old is she how old is she who is she who is she who is she how old is Amina how old is Amina how old is Amina she is ten she is ten how old are you how old are you we are 10 we are 10 we are they are we are they are everybody's 10 everybody's 10 ننتقل الآن إلى number two trace and write trace وهي الكتابة على النقاط and و write letter e letter f capital إذن سنقوم بكتابة حرف ال-e على هذه الأسطر الثلاثة كما تعلمناها سابقا وكتابة أيضا letter f أو حرف ال-if capital أيضا على هذه الأسطر الثلاثة بهذه الطريقة كما تعلمناها سابقا ننتقل الآن إلى الصفحة التالية on page number 98 98 أي 98 هنا لدينا number one listen and practice listen and practice نستمع ونتمرن وبعد ذلك سنقوم بعمل trace وهي الكتابة على هذه الخطوط التي برماد الفاتح بهذه الطريقة number one how old are you how old are you كم هو أعماركم أنتم هنا لدينا you يقصد بها المجموعة وليس المفرد وكيف عرفنا ذلك من الإجابة هنا الإجابة we're ten oh we are ten نحن عمرنا عشر سنوات تقل إلى number two how old is noora how old is noora she's nine she's nine she's nine هي عمرها تسع سنوات هنا لدينا رانا واميرا how old are رانا واميرا كم هو عمر رانا واميرا they're ten they're ten هم أعمارهم عشر سنوات how old is joe how old is joe كم هو عمر جو he's nine he's nine عمره تسع سنوات ننتقل الآن إلى number two trace and write trace وهي الكتابة على النقاط وعلينا أن نكتب letter g letter h سنبدأ بكتابة g capital على هذه الأسطر الثلاثة بهذه الطريقة كما تعلمناها سابقاً وبعد ذلك سنقوم بكتابة letter h capital أيضاً على هذه الأسطر الثلاثة بهذه الطريقة كما تعلمناها سابقاً وبعد الانتهاء من كتابة letter g capital و h capital أكون قد انتهيت من هذا الدرس ومن هذا الفيديو إذا عجبكم الفيديو انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم إشعار بنزول الفيديوهات الجديدة وشكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة